لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصل لك قولك جددنا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الزل إلا لك ومن الخوف إلا منك وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا وأعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء اللهم إني أعوذ بك من شر الخلق وهم الرزق وسوء الخلق يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صاحبة سؤال الحلقة السابقة وهي الأخت الفاضلة صاحبة كنات البيت الكبير أم عادل ولها مني جزيل الشكر والتقدير ولكل من شاهد الفيديو وعلق عليه لهم مني جزيل الشكر والتقدير وأسأل الله دوام التفاعل وكما أجابت النبي الكريم الذي كان وزيرا لسيدنا موسى عليه السلام وهو سيدنا هارون عليه السلام كان أخو سيدنا موسى عليه السلام وكان أكبر منه بعام نظرا لفصاحته وحب بني إسرائيل له وطلطفه مع بني إسرائيل طلب سيدنا موسى عليه السلام من ربه عز وجل أن يجعل وزيرا أي معينا له في دعوته لبني إسرائيل وعندما ذهب سيدنا موسى عليه السلام لمناجاة ربه تركه معهم ومع سؤال حلقة اليوم من هو أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا هذا وبالله التوفيق إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل شير وتفعيل زر الجرس ليسلكم كل جديد والمشاركة مع الأصدقاء تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال دمتم في رعاية الله وأمنه وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا